موسيقى طلب تجمع المهنيين مجلسي السيادة والوزراء بعدم اجازة موازنة 2020 بصورتها الراهنة والتشديد على اعادة فحص ودراسة كل تقديراتها وقال تجمع المهنيين السودانين في بيان لو ان مشروع موازنة العام 2020 وصفة لزيادة الازمات مشيرا الى انها ذات السياسات التي افتتح بها نظام الانقاذ عهده المباد فيما اسماه بالتحرير الاقتصادي وهي ايضا سياسات تم تطبيقها او فرضها على كثير من الدول واضف تجمع المهنيين ان سمة العامة المتوخاف الموازنة هي التركيز على خفض الانفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهل الموروث من الانقاذ وخفض الانفاق الامني والعسكري مع زيادة الايرادات من خلال التصدي للاقتصاد الموازي ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الانتاجية واضف البيان ان مشروع الموازنة لم يوضح مكونات الزيادة في الايرادات العامة والى اي حد اجتملت على ما كان ينتصه الاقتصاد الموازي تحت لافتة الشركات الحكومية بمختلف الوانها واشر التجمع ان الاجراءات المقترحة وعلى راس رفع الدعم تتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم حيث تبدو تقديرات الموازنة عن مستوى التضخم المتوقع في 2020 غير واقعية على الاطلاق طيبة لحياة طيبة اشتركوا في القناة